بالبنادق وبعصابة داعش على الوجوه خرج الحوثي على العامة بهؤلاء ايمانا منه بوجوب قمعية اليمنيين لقبول السير منتظمين وهذه المرة الاولى التي يشاهد اليمنيون فيها زي المرور الازرق مقرونا ببنادق مشحونة ووجوه قد تم تغطيتها لانذار المخالف بان قاتله مجهول لا يختلف اثنان على ان اليمن عام بحاجة الى من يعيد لها ضبط النظام والقانون في شوارعها وفي مؤسساتها وفي حياة المواطنين عامة ولكن ليس بهذا الشكل الذي لا ينم عن وجود دولة بل ميليشيات قمعية تتحرك فقط في مربعات الترهيب وتجاز المخالف مروريا بعيار ناري قد يخترق ظهره هكذا توحي اصابة داعش فوق وجوههم وهكذا تقول حقيقتهم فامثال هؤلاء او من يدعون بالضبط المروري هم تشكيل عقائدي اتى من خارج اطار الادارة العامة للمرور وقد تم تحويلهم من النقاط الامنية للحوثيين الى ذوي عصائب سوداء بالبنادق بعدما تم تلقي لهم مفخخات الحوثي في دورة طائفية لمرورية ويقول مهتمون بان مهمتهم امنية هذا وكانت الميليشيات قد نزعت عددا من نقاطها الثابتة داخل العاصمة صنعة وابدرتها بدوريات متحركة ذات نظام تفتيش مفاجئ والواقع ان قضة الحوثيين الاستخبارية وجدت في هذه الخطوة اختراق ما جعلها تفرض الملثمين الجدد في طرقات صنعاء كبدل استخباري لما تم ازالته من نقاط قبل ثلاثة اشهر وفي سياق الاحلال والاستبدال يرى مهتمون بان الضبط المروري الحوثي بافراده من خارج اطار الادارة العامة للمرور تصب في كونها عملية استبدال للرجال المرور الذين تراهم الميليشيات افرادا فاسدين ومتلاعبين بحركة السير وتصب هذه الخطوة في سياق تجريف الحوثيين لمؤسسات الدولة واستبدال الكوادر السابقة بموالين جدد هذا ويرى مراقبون بان صنعاء تعيش حالة من عدم الثقة بين الحاكيم والمحكم والذي يتطلب اظهار الحوثيين لعدد من الاجراءة الامنية المشددة والتذكير بين الفينة والاخرى ان الميليشيات تستطيع اخماد اي تحرك اذا ما تم التفكير فيه في مظهر يدل على فرض لغة القمع والترهيب على العامة تحت مسميات تنظيم حركة السير